نضمت حالف القوى المدنية من أجل المناخ مسيرة بهدف تقليل استخدام الوقود الأحفوري حيث يتسبب في زيادة الانبعاطات والاحتباس الحراري ورفع درجة حرارة الأرض نحن جانين النهاردة بالنادي لاستخدام أقل للوقود الأحفوري لأنه يسبب مشاكل كبيرة جداً مثل الاحتباس الحراري ونحن حالياً نستخدمه بكميات مهولة جداً مع وجود بديل وهو الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية والطاقة الرياح ومع ذلك كميات استخدامنا حالياً ممكن تخليه يكون مش موجود على 20-50 فنحن نحتاجين نعمل خطة استراتيجية التي هي موجودة في الأساس على 20-50 أن نستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة نحن على مدار الفترة اللي فاتت في خلال فعليات كوب 27 نظمنا العديد من الوقفات الاحتجاجية بمواضيع مختلفة والنهاردة الموضوع اللي احنا موجودين ونعمل وقف عشانه هو موضوع الوقود الأحفوري ايه مشكلة الوقود الأحفوري؟ مشكلة الوقود الأحفوري أن احنا دلوقتي استخدامه بيسبب امبعثات كربونية كبيرة جداً وده بيزود الاحتباس الحراري وبيأثر على درجة حرارة كوكب الأرض وده بيؤدي لتغيرات مناخية كبيرة جداً على الجانب الآخر معدل استخدامنا الوقود الأحفوري أصلاً معدل كبير جداً فده هيخلي في أقل من 50 سنة الوقود الأحفوري ينتهي من على كوكب الأرض فاحنا هنا بالنادي أن يتم تقليل استهلاك الوقود الأحفوري نبتدي نعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة عشان نقدر نوصل لخطة 2050 للتكايف على ظروف تغيره المناخ إن احنا نوصل لمية في المية من استهلاكنا طاقة جديدة ومتجددة ده احنا مش هنقدر نوصله في 2050 مرة واحدة لازم يبدأ تدريجياً فلازم ننادي بده من دلوقتي